أخذنا لحضراتكم بعون الله وبحوله وبقوته فيا من رجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما الله يجز من يصلي مرة عشرة ويبقى في النعيم مقيمة جزى الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله الناس في حيرة وفي شدة وفي عسر وفي كر وهنا يأتي أهل الصلاح من كل أمة فيجتمعون من أجل أن يدلون الناس ليذهبوا للأنبياء لطلب الشفاعة وقف معايا شوية وركزي معايا يا حاج الله يرديك أنت وهي الشفاعة هنا اللي احنا هنروح نتحايل على الأنبياء زي ما احنا بلفظنا الدارج نبوس إيديهم ورجليهم ونتوسل إليهم إن هم يشفعوننا مش عشان جانا ونار مش عشان نعيمه عذاب لا دا احنا كل دا علشان بس ربنا يبدأ الحساب أنت متخيل حضرتك إحنا الكرب قدي إيه لما نروح للأنبيا نبي نبي علشان ييجوا يشفعوننا علشان ربنا يبدأ الحساب لك تتخيل اليوم دا بقى عمل إزاي الناس تجتمع ويبدأوا يروحوا لنبي تل ونبي ويبدأوا بأب البشر آدم عليه السلام ويرحولوا يتوسلوا إليه ويطلبون منه أن يأتي معهم شافعا لهم عند ربهم من أجل أن يبدأ الله الفصل بين العباد والحساب لكن سيدنا آدم يعتذر ويرفض ويقول قد غضب رب اليوم غضبة ما أراه قد غضب قبلها قط أو مثلها من قبل قط ولن يغضب بعد اليوم قط طيب ما تيجي ما احنا عارفين الكلام دا ما تيجي يقول لا أنا منفعش ليه ما تنفعش لقد نهاني ربي عن الشجرة فأكلت اذهبوا إلى غيري أنا منفعش ليه أنا استنفست فرصتي لنفسي إزاي لما ربنا أورثني الجنة وقال لإن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى واتمتع بكل شيء إلا الشجرة دي فأنا أكلت من الشجرة انت زعلان من أبوك أدم زعلان ليه طب ما أنا وانت زيه ما أنا وانت بنعمل دلوقتي بالضبط اللي احنا زعلانين منه فيه مش كده قال ليه ما احنا أنا وانت ربنا تكفلننا بالرزق ومع ذلك احنا مشغولين بالرزق أحد الصالحين لما كان يدعو بمناسبة الرزق ما كانش يدعي ويقول يا رب ارزقني أبدا إنما كان يقول اللهم بارك ليه في رزقي فبيسألوه يعني انت لما بتدعيش ربنا بالرزق وبتدعو ربنا بالبركة فيقول أنا لا أشغل بالي بالدعاء فيما ضمنه الله لي اللي هو الرزق ولكن أشغل بالي بجند من جنود الله الخفي اللي هي البركة فإن البركة إذا حلت في المال كثرت وإذا حلت في الولد أعظمت وإذا حلت في الجسد قوت قوت البركة اللي ضاعت مننا النهاردة اللي ربنا لما بيغضب على قوم بيدعو بنزع البركة وبيأمر بنزع البركة فلما تنتزع البركة يحصل إيه؟ النفوس لا تقنع ولا ترضى والبطون لا تشبع والعين لا تمتلئ أبدا مهما أعطيت تخيل علشان كده أنا وإنت النهاردة ربنا سبحانه وتعالى أحللنا طيبات كتير جدا وحرم علينا جملة من الخبائث معلش نفسنا نجرب يعني ما فيش مانع يعني ما ربنا غفور ورحيم تخيل بقى لو أنت نبي وغلطت مجرد غلطة وخليني ما نكتش عليك وقولك سيدنا آدم علشان يتوب كيلة ظل أربعين سنة يبكي وكيلة مائة عام حتى أن الأرض من دموعه اخضرت وأنبتت تخيل أنا وإنت النهاردة لما بنتوب يومين تلاتة يا عم خلاص أنا توبت هو أنا كفرت يعني أنا عملت إيه لا وهو مصيبتك أن أنت ما تبصش للذنب صغير ولا كبير لا دا أنت لازم توبص للذنب أنت تزنب في حق من ترجمة نانسي قنقر